تتميز الجمهورية الفرنسية بنظام حكم شبه رئاسية تقاسم فيه كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء السلطة التنفيذية في البلاد هو نظام يصفه كثيرون بالهاجين بينما يشدد آخرون على قوات مؤسسته البرلمانية على العكس معظم الدول الأخرى ذات النظام البرلماني مثل المملكة المتحدة أو كندا يتم انتخاب رئيس الدولة بشكل مباشر من قبل الشعب ما يمنح رئيس الدولة الرؤية والشرعية ويحكم النظام السياسي في فرنسا المسمى بجمهورية الخامسة دستور عام 1958 الذي تم اعتماده لألحد من سلطة الجمعية الوطنية في أعقاب عدم الاستقرار الحكومي الذي هز الجمهورية الرابعة ومنذ ذلك الحين أصبح النظام أكثر رئاسيا بمعنى أن المواطنين أولوا اهتماما أكبر للرئيس أكثر من أعضاء البرلمان بعدما بات الدستور يمنح صلاحيات للرئيس مثل حل البرلمان أو الدعوة إلى الاستفتاء بدوره يتميز رئيس الحكومة في فرنسا بدور قوي فبالإضافة إلى أنه يترأس مجلس الوزراء والمجالس العليا الأخرى في الدولة فأنه يتمتع بسلطة تقديم استفتاءات مباشرة إلى الشعب ويعين كبار الموظفين المدنيين والقضاة دعا الرئيس الفرنسي مانويل ماكرو إلى انتخابات مبكرة معلنا في التاسع من يونيو الجاري حل الجمعية الوطنية وفق قرار تخذه بعد ساعات على فوز أقصى اليمين في الانتخابات الأوروبية في فرنسا وأحدث صدمة هزت البلاد كما دعي نحو تسعة وأربعين مليون ناخب لتجديد الجمعية الوطنية بجميع نوابها الخمس نئة والسبعة والسبعين في انتخابات تجري دورتها الثانية في السابع من يوليو وأملا في كسب باريهان الانتخابات الفرنسية المبكرة التي أعلن عنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو عرضت الكتل الحزبية الأكثر شعبية في فرنسا برامجها الانتخابية لإقناع الناخبين كشفة أولوياتها بشأن الموضوعات المهمة على رأسها رفع سنة قاعد والزيادات في الأجور على غفلة من الجميع دع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو إلى إجراء انتخابات مبكرة لتجد الأحزاب السياسية الفرنسية نفسها أمام مهمة شاقة تحتم اختيار المرشحين وإعداد البرامج المناسبة لمستقبل إدارة فرنسا الأيام الأولى للحملات الانتخابية شهدت مفاوضات قوية داخل المعسكرات السياسية التي كشفت عن خطتها بشأن مخاوف الفرنسيين الأكبر كرفع سن التقاعد وزيادة في الأجور وأسعار الطاقة العديد من الاتلافات السياسية تدعو في برامجها اليوم إلى التراجع عن إصلاح رفع سن التقاعد الذي كان جزءا من برنامج سياسة ماكرون عام 2022 وبينما يتشبث حزب الرئيس بالمقترح يعارض حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف هذا القرار ويؤكد زعيمه جودان بغديلا أنه سيقدم إلغاء للإصلاح في حال فوزه بالانتخابات ومع ارتفاع مستويات التضخم في البلاد باتت تكاليف المعيشة ومستويات الأجور تشكل قضية رئيسية بالنسبة للأحزاب السياسية رغم اختلاف أديولوجياتها بشأن تدبيرها ويقترح اليسار الفرنسي رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1600 يورو شهريا وتنظيم مؤتمر اجتماعي كبير حول الأجور والتوظيف أما حزب الجمهوريون اليمني فيقترح زيادة الأجور عن طريق خفض مساهمات الضمان الاجتماعي للموظفين الذين يكسبون أقل من ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجور أما بالنسبة لأسعار الطاقة التي ارتفعت جراء الحرب في أوكرانيا فتؤيد الجبهة الشعبية تجميدها ويقترح البرنامج السياسي اليساري إلغاء زيادة المقررة في أسعار الغاز في الأول من يوليو المقبل